السلام عليكم. مرحبا بمتسبعي قناة الاحمدي. اذا فكما هو عيني مبين في العنوان. ان شاء الله من خلال هذه الحلقة انا هنضر لكم على مقدمة وخاتمة ديال هي النموذج. لكن عندي ملاحظة. ماشي الاخوان اي مقدمة او لاي خاتمة كتلقاها في الانترنت فهي صالحة انكم تستعملوها في الامتحان ديالكم. هذا خطأ كبير وكبير بالزاف. لان هناك مقدمات وخاتمات ما يصلحش انها تكون يعني اه مقدمة او ما يصلحش انها تكون خاتمة. علش? لانما فيها الشروط الاساسية ديال المقدمة. ان شاء الله من خلال هذه الحلقة غادي نترقو شن هما الشروط اللي خاصة تكون في المقدمة وشن هما الشروط ايضا اللي خاصة تكون في الخاتمة. اذا على بركة الله نبدأ. اذا فالمقدمة اه ضروري ضروري انها تكون فيها هذا الحويجات. اذا السؤال كيفش كيكون? كيكون اه دائما في القصيدة تتلقوا فيه تقتير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي. اي مقدمة عامة. نعرف فيها ذلك الاتجاه الادبي من خلال ظروف نشأته وخصائصه وتقديم رواده. مسألة ضروري خاصة تكون في المقدمة. طرح اسئلة الاشكالية. اي الاسئلة اسئلة يعني المقدمة في ورقة الامتيحان. فغالبا يعني الاسئلة ايش نقصد هنا ايه نقصد بها يعني الاسئلة كنجيبها كنجيبها من ورقة الامتيحان. الاسئلة اللي كان طرحوا فهي كتكون يعني من من دول اسئلة كيحتناوا في الامتيحان كان نبذرها وقنطرحواها عبارة عن على ال 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 اشكالية. انا علاشeش نقول هدف دي لا هاد ال 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 اسئلة دي الاشكالية. هو ان انا نجاوبourليها. في التحليل ديولنا THERE كنا غانطرحوا الاسئلة من جيبها من ما نعرف مين نجيبها ونطرحوها. اي� сможنا اجاوبوش ليها اذا مكن ليش اصلا نجيبوا ذك الاسئلة اذا فبالتالي الاسئلة كتكون انطلاقا من هذه الاسئلة اللي كي أعطالونهما في الورقة ديال اه ديال الامتحان. اذا فده بقد اندزو الى اه المقدمة باش نتعرفو اني على هذه المقدمة هذه اللي قلت لكم مقدمة عامة اللي بامكان اي واحد فيكم انه يستعملها في الامتحان دياله. اذا انطلقت حركة الشعر العربي الحديث بظهور شعر احياء النموذج. كان فيكم اللي ممكن يقول يا مثلا هنا فوقاش ظهر يعني التاريخ. لي ظهر في مثلا حركة الشعر العربي. اه ممكنكم انك تضيفو هنا اي لا تضيفوها. اه مهم انطلقت حركة الشعر العربي الحديث بظهور شعر احياء النموذج الذي تميز بالعودة الى الشعر العربي القديم لما اتصف به من قوة ومثانة. وباعتباره المثل الاعلى للشعر العربي وعمل على تقليد شعرائه في الشعر في القول الشعري معنى ومبنى فسمي بذلك بالشعر الاحيائي والشعر الكلاسيكي والشعر محاكاة القدماء. الى غير ذلك. انتم مديروش تقصد النقطة هدو. بامكانكم انكم توقفو هنا تدير النقطة او لا فقط تعني بعض الاسماء اللي تتلقات على احياء النموذج. ومن ابرز رواد هذا الاتجاه نذكر محمود سامي البارودي حافظ ابراهيب علال الفاسي واحمد شوقي. هنا دائما شاعر اللي اعطيونا في القصيدة دي لنا كنخليه اخر واحد هنا في الرواد. باش اه كان يعني كان تطرقوا له شوية هضروا عليه. ويعتبر هذا الاخير من اهم شعراء هذا الاتجاه. اذ لم نقل من مؤسسيه الذين ساموا في تطويره وترسيخه. هنا بامكانك في بعض القصائد انكم كتلقاو تعطوكم تعريف ديال الشاعر. اذا اه اه اذك شي اللي يبغينا مزيان. اذا ما اعطوكم ش تعريف ديال الشاعر بامكانك مثلا انك تطرق لهذا الشي كما اطرقت له انا يا مثلا. هنا نطرحوا الاسئلة الاشكالية. اذا فما هي الحقو المعجمية المهمين في النصي? هذا اطلقاوها في السؤال الاسئلة التي تعدكم في الورقة. وما هي الخصائص الفنية التي اعتمدها الشاعر في بناء قصيدته? واي وإلى اي حد مثلت جائعي النموذج. اذا بامكانكم ان هذه المقدمة انكم تتعنوا بها اي بامكانكم انك تزيدها بعض الحواج. بحال متى كما قلت لكم تاريخ ديال الظهور ديال هي النموذج. اذا هذه خاتمة. بعد ان انتهينا من تحليل هذه القصيدة. عفوا تحليل هذه القصيدة. لاحظنا ان الشاعر قد تناول فيها غرضا تقليديا وهو المدح او الريثاء او الهجاء او الوصف او الا اه شنو استعمل شنو والغرض استعمل لنفذك القصيدة. وقد اعتمد فيه بعض الالفاظ الصعبة التي قلد فيها شعراء عصور الازدهار كما انه استعانى بعدد من من الصور الشعرية التقليدية وبخاصة التشبيه والاستعارة والمجاز بصفة عام ضروري ومؤكد أنكم تلقاوا تشبيهوا الاستعارة والمجاز ضروري ستلقاوهم في القصيدة التي تنتمي إلى إحياء النموذج إذن كما أنه اعتمد على بنية إقاعية موروثة التزم فيها بنظام الشطرين المتناظرين وهذه مؤكدة وضرورية وضروري أيضا والقافية موحدة وبراوي موحد إخوان مشي براوي الراوي هو الذي يكون عندنا القصات في القصة أما الراوي هو الحرف الأخير من القصيدة أما على مستوى الأساليب فقد لاحظنا بأن الشاعر ركز على الجملة الخبرية التقريرية التي كانت ملائمة لغرض الرثاء والمده طبعا هذه الجملة الخبرية والإنشائية إن شاء الله الحلقة اللي ستجي مورة هذه سنشرح فيها وشكنا نقصده بالجملة الخبرية وشكنا نقصده بها وشكنا نقصده بالأساليب الأساليب بصفة عامة سواء فيها الجملة الخبرية ولا الجملة الإنشائية وشكنا نقصده بالتقريرية وشكنا نقصده بالتقريرية وشنو ضد التقريرية وشكنا نشرحه في الحلقة القديمة وهذا كله يجعلنا نؤكد بأن هذه القصيدة تنتمي إلى تجربة إحياء نموذج وهي تجربة كان لها دور مهم في تطوير الشعر العربي الحديث لأنها قامت بالتمهيد لظهور التجارب الشعرية التجارب الشعرية الأخرى من خلال نفذ غبار التخلف والانحطاط عن الشعر وتخليصه من أثار عصور الانحطاط هذه المقدمة صالحة بش أنكم تستعملوها وكما كتعرفوا بأن المقدمة عليها ربعا ديال النقط ربعا ديال النقط فإلا كنت 14 على مكون النصص فغير المقدمة عفوا غير الخاتمة بوحدة عليها ربعا ديال النقط إذن فالخاتمة مهمة ومهمة بزاف لكم هذا الشيء اللي شكت لكم بأن الخاتمة شوية تكون حساسة إذن فبالتالي ماشي أي خاتمة جديها من الانترنت فهي بإمكانها أنها تكون صالحة لأي تجاه من الانتجاهات اللي أنتم غد تمتحنوا فيها فهذا علاجت لكم من هذه الخاتمة وهذه المقدمة اللي هم عامين وبإمكان أي واحد أنه مستعملهم لكن يجف فيهم النقطات دياله كاملين لكن الإخوان في الأخير كنتمنع أنكم ما تنسوش القناة التانية ديالي اللي هي عوالي مخافية أنكم تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس فأنا رهن الإشارة أي تساؤل الإخوان أي تساؤل خليوهلي في التعليق راني تنقرأ التعليق ديالكم خليوهلي وغادي نجاوب عليه إن شاء الله بحول الله وأي سؤال يعني رهن نجاوب عليه سواء هنا في الكومونتر أو لا إذا كانت خاصة حلقة كاملة فتنخصص لي حلقة وأنا تنجاوب عليه وإلى حلقة القديمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر